موسيقى وفي مشهد يظهر مدى حقد ووحشية الاحتلال وممارساته بحق الفلسطينيين أصيب شاب بجروح خطيرة بعد أن دهسه جيب عسكري احتلالي في مدينة البيري ظهر اليوم واعتدوا عليه بالضرب المبرح ومن ثم اعتقلوه وبحسب الفيديو الذي صوره الزميل محمد شوشيف فإن شابا فلسطينيا تعرض لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال وحين حاول الهرب بعد إصابته أقدم جيب عسكري على دهسه كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الصحفيين والتواقم الطبية الذين حاولوا تقديم العلاج للشاب المصاب وتغطية الاعتداء عليه وأقاموا بإطلاق الرصاص الحي بكثافة وقنابل الغاز والصوت في المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة